وفي مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة الاستماع أكد وفد جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة مشددا على أن هناك دلائل واضحة تثبت ارتكابها جريمة إبادة جماعية برعاية قادتها وفي هذا الإطار استعرض مساعد وزير الخارجية الفلسطينية عمار حجازي الأكذيب التي تناولتها وتناولها وفد الدفاع الإسرائيلية في جلسة الاستماع ومحاولته لتزييف الحقائق ما سمعناه اليوم بشأن العرض الذي قدمته إسرائيل يعكس عددا من الوقائع المتناقضة في كل شيء خاصة فيما يتعلق بالمنظمات الدولية وأعداد العاملين الأمميين والصحفيين الذين فقدوا حياتهم إسرائيل ترغب في أن لا نرى الحقيقة كاملة بما في ذلك حجم تأثر المساعدات الإنسانية وهذا يتناقض مع ما قدمته الجهات الدولية التي تعمل على أرض الواقع إسرائيل حاولت اليوم تقديم حقيقة موازية لما يحدث في الواقع وقد تم فتح كل ذلك وفقا لما أفادت به الجهات والمنظمات الدولية في هذا الشأن هناك هجوم على القوافل الإنسانية وقد تابعنا ذلك من خلال الجهات الدولية المتابعة للأوضاع في غزة وكذلك أوضاع الصحفيين رأينا أيضا المستوطنين في الضفة الغربية وهم يدمرون القوافل الإنسانية تحت أعين جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يدمرون القوافل الإنسانية